جلات الجلاتين هداب الهدابين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين صباح الخير اليوم رح تكون مباراة مفصلية بين الهلال والاتفاق وأنا تكلمت عنها لأنه عندنا مباراة مع الهلال ومباراة مع الاتفاق وطبعا هذه المباراة مؤجلة من الجولة عشرين وراح نتكلم عن التفاصيل بعد الصلاة على شفيعنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ اشتركوا في القناة طيب ورجعت لكم الثاني أختكم بندري شاهين أنا قلت رح تكلم عن مباراة الهلال والاتفاق لأنه لينا مباراة معهم ولازم نتكلم عن الفريقين طبعا هذه الحلقة ليست ما قبل مباراة الهلال هذه حلقة الهلال والاتفاق طيب كل واحد فيهم راح يواجه فريق العميد اللي هو فريق الاتحاد طبعا كل واحد فيهم راح يواجه فريق الاتحاد بكل قوة وحنا عارفين أنه الهلال المركز الثاني والاتفاق المركز الثلاثاش طبعا آسفة على الكلمة ولكن في أماكن الهبوط يعني هتكون مباراة حاسمة ومفصلية طبعا الهلال هيواجه الفريق ليكون متسطر أو ليكسب الدوري في نفس الوقت الاتفاق حابب يطلع من الهبوط ومحتاج الثلاث نقاط يعني فريق الاتفاق ما راح يسلم فريق الهلال المباراة بسهولة وشوفنا مباراة الاتفاق مع التعاون وتراجع مستوى التعاون ورجوع فريق الاتفاق مع هذه المباراة وبالعودة إلى الأطواء والنجومية طبعا هذا الشي يعود للمدرب كالديرون وهم شيء في المدرب كالديرون مع فريق الاتفاق هو أنه نظم الاتفاق دفاعيا لأنه المدرب بصراحة يميل إلى التدريب الدفاعي أكتر وهذا الشيء راح يكون متعب جدا لفريق الاتحاد ومتعب لفريق الهلال يعني إحنا عانينا مع الفتح والفيحة وأبهى وضمك على طريقة التكفيل الدفاعي وراح نعاني هذا الشيء أيضا مع فريق الاتفاق ولكن في شيء مهم لازم تعرفون فريق الاتفاق إذا تم الضغط عليه في منطقة الدفاع فهو يصبح مشتت وينتشر الدفاع فجأة ويفتحوا خطوطهم بالضغط وهذا الشيء راح يستغلوا فريق الهلال طيب زي ما قلت أنه فريق الاتفاق ما راح يسلم فريق الاتحاد بسهولة طيب إحنا عارفين أنه في فريق الاتفاق في عناصر ولاعبين مميزين وممتازين في عندك الكواكبي وهو جناح مهاجم وجالس يقدم مستويات ولا أرواح ورايع في خط الهجوم يعني هيكون متعب لأظهرة الهلال عندك نعيم السليتي إذا كان نطقت اسمه صح في بعض الأسماء ما صعب عليها شوية في النطق أيضا من الأسماء اللامعة مع الفريق وعنده إضافات هجومية قوية ومهارات عالية المهاجم كويسون طبعا مع إضافة اللاعب السابق نياكاتي طبعا الاثنين أنا بالنسبة ليا سوري الأثنين خطيرين في داخل التمنتعاش وعندك علي هساسي يعني عندك أسماء ممكن يعاني منها فريق الهلال وأيضا فريق الاتحاد يعني عندك فريق قادر على الهجوم قادر على الضغط قادر على الدفاع الاتفاق شوفنا تفوق مع الأهلي تعادل مع النصر طبعا هزم من ضمك ولكن رجع مع التعاون يعني فريق مع المدرب بيقدم مستويات جدا رائعة وأتمنى أتمنى ما يقلبوا فجأة برشلونة مع فريق الاتحاد ورح نتكلم عن مباراة الاتفاق والاتحاد في وقت لاحق أو في وقت ما قبل المباراة نجي الفريق الهلال فريق الزعيم الفترة الأخيرة نزل مستوى فريق الهلال دروبات في المباريات الأخيرة أصبح الهلاليين بيشككوا في قدرات دياس مرة تانية بعض اللاعبين أصبحوا غير مرغوبين أو تواجدهم أو لا يستحقوا تواجدهم في فريق الهلال هذه ما سمعنا في الفترة الأخيرة ولكن نرجع ونقول فريق الهلال فريق قوي وفريق خطير على جميع الخصوم فريق الهلال نحن عارفين أنه عندهم غيابات ويمكن أكثر الغيابات هو اللاعب بريرة بسبب تراكم الكروت ولكن فريق الهلال يعود بسرعة أول شيء فريق الهلال منظم إداريا فنيا لاعبين دكة بودلاء فريق قريب من الدوري فريق قريب من المنافسة رغم الغيابات الموجودة عنده بنشوف دائما فريق الهلال ما بيتأثر عندهم أسماء ممتازة عندك الدوسري إيقالو موسى مريقا سلمان الفراج صوت عبد الحميد يعني في أسماء وعناصر ممتازة يمتلكها فريق الهلال وزي ما قلنا فريق الهلال ما بيتأثر بأي غيابات الهلال يمتلك قوة في وسط الملعب وعنده في وسط الملعب والعمق وعنده القوة أو النزعة الهجومية يمكن رح يكون فيه تعب أو أرق على الأطراف اللي هم البريك البريك وصعود عبد الحميد في الأطراف فريق الهلال بيضغط داخل الملعب يمكن هذا الشيء بتميز فيها فريق الهلال في حكاة الضغط وزي ما قلت لكم أنه فريق الاتفاق مهما انضغط ولكن في الدفاع أو قفل في الدفاع إذا كان فيه ضغط من فريق الهلال في منطقة الدفاع فإن فجأة فريق الاتفاق يبدأ بالتشتيت والانتشار ويفتحوا الدفاع طبعا زي ما قلت أول أنه فريق الاتفاق ما رح يسلمك المباراة بسهولة هو محتاج الثلاث نقاط ولكن إذا خسرها الديريكت على الهبوط هذا اللي أنا حبيت أوصله وأختصر في مباراة اليوم إن شاء الله رح تكون الساعة ستة وأتمنى التوثيق للفريقين أنا مريحة أقول فريق الاتفاق إحنا هنواجههم الاثنين أوكي الاثنين رح نواجههم ولكن عندنا وقت ندرس قوة وضعف الفريقين يستغل المدرب كوزمن كونترا لصالح فريق الاتحاد وبالتوفيق للجميع ويعطيكم العافية وشكرا لكم